كان من الكابتن الله يرحمه كان أساس كمال خافز واللي رحب معي المينيا عزيز مبروك الله يرحمه الله يرحمه يا سبيل هو اللي خلص الاستغناء قال المينيا شو ما عايزة إيه المينيا إيه المينيا طلق بترقم كبير كان بقى في الوقت ده الرقم ده كان عالي جدا جدا مئة ألف جنيه مئة ألف جنيه عالي طبعا أنا والمينيا أنا ما كنتش طالعا ممكن سكن في مصر بس بعددي سكن في مصر لكن تعالف مكنش فيه احتراف ولا فلوس ولا بتاع ولا فيه أي حاجة مندي خالص النمل منيا بالنسبة لهم فهم قالوا لي يعني كابتن حسن حمدي كان موجود طبعا كان مدير كورة أه وكابتن صالح لأ وكانش كان عاده مجل الظاهرة تالي ما موش بعد كورة كان الكابتن صالح ورئيس النادي وكابتن حسن كان عاده في النادي بس كابتن حسن كان لا كان نائب بتاع كابتن صالح كان نائب بتاع كابتن صالح عامل زمان فقال لي ما تشغلتش باك بأي حاجة ركز في القورة وحنا خلصت وراح خلص طبعا الموضوع ما أخدش سواني وخلص الموضوع انت بقى في الحالة دي لما قالوا لك انت خلاص خلصت من المينيا طبعا المينيا بلد بلدك وبلد كل أعمامك وإخلانك وأهلك كلهم ايه اللي يضار في زهنة بعد كده انت قلت ايه أنا في حلم ولا في ايه ولا ايه فكرت في ايه بص انا جيت النادي لقالي وانا بقى لها في المنتخب مصري يعني ايه الجو نفسه بتاعي هنا معايا يعني مش مش جاي بقى من الصعيد وورا لا انا عايش فترة طولة جدا مع المنتخب ومع اللعيبة نفسه وكليتي هنا وصحابي كلهم من النادي الأهل والزمالك اللعيبة كلها صحابي بعشرة فالموضوع ما كانش فيه نقلة اللي هي تخضك في البهر ده يعني لا كان طبعا سعيد جدا ومبسوط ده أنا موجود في النادي الأهلي نادي كبير كبر من اسم حمد أصدق بشكل كبير جدا طب هلما رحت النادي الأهلي انت فكرت في نادي الزمالك بعد كده ولا خلاص بقى كنت أمريك لا الموضوع انت خلاص يعني ممكن هناك ما كانش فيه جدية قوي كنو لسه هنقعد ونتكلم وتعالى وجالي عرضي أنا جالي عرضي من قطر في نادي هناك في قطر بمبسوط كبير قبل ما روح النادي الأهلي نادي ايه؟ نادي التعاون التعاون كلمت كابتن حسن حمد بقوله فيه كذا كذا قال لي لا قال لي الأهلي انسى ما تفكرش في حدة المادة كنت في الأهلي ولا كنت لسه؟ لسه مروحش في الأهلي خالص خالص بعد البطول على طول يعني واحد غيرك كان قالك لا دعني اروح بقى لا فاكبينه فطبعا كان قرار بتاعي خلاص انا راح النادي الأهلي راح النادي الأهلي انت شريط المجد طبعا نادي